بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف السابع عنوان الدرس هل تهدد الروبوتات الذكية الجنس البشري الجزء الأول أهداف الدرس عزيز الطالب يتوقع منك في نهاية الدرس أن تصبح قادرا على أن تستخلص الفكرة العامة من النص بمهارة توضح معاني الكلمات من السياق بشكل صحيح تستنتج الأفكار الرئيسة والفرعية في النص بدقة عزيز الطالب هل شاهدت يوما فيلم خيال علمي يتحدث عن الروبوتات؟ هل تستطيع تذكر بعض الأحداث؟ وكيف تعاملت الروبوتات مع الإنسان؟ هل ظلت تحت سيطرة الإنسان؟ أم تغير سلوكها بسبب ذكائها؟ عزيز الطالب نريد أن نطرح عليك السؤال الآتي وحاول أن تستنتج إجابته ما الأفكار التي تتوقع أن ترد في هذا النص؟ فكر وفقك الله عز وجل عزيز الطالب اقرأ النص الموجود في الصفحة الحادية والعشرين وفي الصفحة الثانية والعشرين قراءة صامتة ثم أجب عن أسئلة القراءة الصامتة الموجودة في الصفحة الثالثة والعشرين وفقك الله عز وجل تذكر الفكرة العامة هي الفكرة الجامعة المركزة التي يتحدث عنها النص والتي تربط أجزاءه أو هي خلاصة ما يريد الكاتب قوله أعزائي الطلاب أمامكم أسئلة القراءة الصامتة ما القضية التي يعالجها النص؟ أحسنت أخطار الروبوتات الذكية المستقبلية المتوقعة وتهديدها للجنس البشري بسبب ذكائها الفائق رائع أحسنتم أحسنتم جميعا السؤال الثاني من أين تولدت المخاوف والأوهام من الروبوتات الذكية؟ أحسنتم من أفلام الخيال العلمي رائع السؤال الثالث ما الاستنتاج الذي توصل إليه الكاتب في نهاية النص؟ أحسنتم إننا ربما نستطيع ضبط سلوك الروبوتات من خلال تعليمها الآداب العامة كما هو الحال مع أبنائنا بسبب التشابه الكبير بيننا وبين الروبوتات أحسنتم جميعا أعزاء الطلاب والطالبات ما الفكرة العامة للنص؟ أحسنتم الروبوتات الذكية بين مؤيد لما لها من فوائد ومعارض متخوف من أخطارها ومضارها المستقبلية المتوقعة أحسنتم أحسنتم جميعا السؤال الأول اختر الإجابة المناسبة من بين البدائل فيما يأتي الفكرة العامة للنص؟ أحسنتم فوائد الروبوتات ومضارها ممتاز استمع عزيز الطالب إلى الفقرة الآتية الموجودة في الصفحة الحادية والعشرين من كتابك المدرسي على الرغم من أن للروبوتات الذكية وذاتية التشغيل قدرة فائقة على القيام بعدد كبير من المهام كبديل للبشر فإن عددا متزايدا من العلماء يرى أن خطرها يكمن في ذكائها الاصطناعي المتنامي وبقدرتها على اتخاذ القرارات وتحكمها في تشغيل الآلات والمعدات لدرجة تصل إلى تشغيل الأسلحة وإطلاق الصواريخ وقيادة المركبات والطائرات بكفاءة تفوق كفاءة البشر في كثير من الأحيان معنى كلمة يكمن ممتاز يظهر ويتمثل رائع المتنامي أحسنتم معناها المتزايد تفوق بالتأكيد تزيد على الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة أحسنتم التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القدرات المتزايدة للروبوتات والأعمال التي تستطيع تأديتها أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب والطالبات انظروا في يسار الشاشة سترون معنى كلمة الروبوتات ومفردها وما أصلها انظروا إليها وفقكم الله عز وجل أعزائي الطلاب ما غرض الكاتب من مقدمة النص ممتاز تعريف عام بموضوع النص رائع أحسنتم بارك الله بكم أعزائي الطلاب لنقرأ هذه الفكرة التي أمامنا وحقيقة الأمر أن المخاوف والأوهام بشأن الروبوت تولدت بتأثير أفلام الخيال العلمي حيث مثلت فيها الروبوتات الذكية خطرا حقيقيا يهدد الجنس البشري في المستقبل لذا فإن الحل قد يكون في تحديد طبيعة الأنشطة التي يمكن لكل روبوت إنجازها أي منحه القدرة على القيام بعمل محدد وعدم السماح له بتخطي ذلك الأمر الذي يحد من إمكان توجيه قوته ضد البشر أحسنتم على هذا الاستماع المخاوف والأوهام في هذا السياق تدلاني على التوقع والرأي عزيز الطالب ما معنى تولدت؟ ممتاز نتجت وما معنى منحه؟ أحسنتم إعطاؤه وما معنى تخطي؟ بالتأكيد تجاوز رائع الآن ما الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة؟ أحسنتم مصدر الأخطار المتوقع للروبوتات الذكية والحل المناسب لذلك أحسنتم جميعا أعزاء الطلاب والطالبات اقرأوا الفقرة التي تظهر أمامكم الآن ثم لنناقش ما سيظهر عليها من أسئلة معنى كلمة الغزو الوارد في النص أحسنتم الإغارة على العدو والسير نحوه لمهاجمته وما دلالة التركيب الآتي الغزو التكنولوجي؟ ممتاز يدل على كثرة استخدام التكنولوجيا ما معنى كلمة ناقوس؟ أحسنتم هو جرس حديدي مجوف نقول يدق هذا ناقوس الخطر ممتاز يدل على ضرورة ضبط استخدام التكنولوجيا أما الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة؟ أحسنتم كثرة استخدام التكنولوجيا في حياتنا وحلولها محل الإنسان في كثير من الأعمال أحسنتم بارك الله بكم وصلنا إلى الأسئلة الموجودة في الصفحة الثالثة والعشرين وفي الصفحة الرابعة والعشرين لغة النص السؤال الأول اختر الإجابة المناسبة من بين البدائل الآتية ألف يشكل هذا النوع من التكنولوجيا خطرا متناميا على حياتنا البشرية ما مرادف كلمة متناميا كما وردت في سياق العبارة هي متزايدا ممتاز با أي الجمل الآتية تحوي كلمتين بينهما علاقة تضاد رائع الجملة من الأوفر استبدال تلك الروبوتات الأكثر مهارة والأقل كلفة بهؤلاء الموظفين الكلمتان هما الأكثر والأقل أعزائي الطلاب والطالبات أشكر لكم حسن استماعكم واهتمامكم بدرس اللغة العربية وإلى لقاء جديد مع درس جديد بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأمل عزيز الطالب أهم ما جاء في الدرس ترجمة نانسي قنقر